بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في اللايف يعني بتوحشونا من الاسبوع للاسبوع النهاردة هنتكلم في موضوع عام جدا وهي متابعة الطبويت متابعة الطبويت ده موضوع حوالينه حقاي كتير وسلوكيات خاطئة وتصرفات خاطئة بتتعمل من بناتنا وبتتعمل من ولادنا الدكاترة وبناتنا الطبيبات يعني بدون قصد من غير ما يخلي بالهم من النقط فالكلام اللي زيدة علشان كل واحدة تبقى حريصة ان النقط دي يعني تبقى تستخدم متابعة الطبويت عشان ندي عنها فكرة متابعة الطبويت دي ست سبع بنود مش مجرد ان انا لازم ابقى عارفة النهاردة اليوم الكامل الدورة لازم ابقى عارفة البوايضات اللي في المبيض اليمين قد ايه البوايضات اللي في المبيض الشمال قد ايه بطانة الرحم قد ايه البوايضات اللي موجودة في المبيض اليمين والشمال قد ان يتبعها لغاية لما تأكد انها نزلت وادا انا بكرر لكم تاني المعلومة دي مهمة وبعدين فيه عندنا تجاويف وراء الراحم بعلق على وجود افرازات او سوايل فيها كل هذه النقطة السابعة دي اللي بتتعمل فيه متابعة الطبويت فيه حاجة منطقية وعخلية بسيطة متابعة الطبويت دي حاجة نظرا الانتشار كسل المبيض اللي من احد امراضه الشائع اللي هو تكيس المبيض والحاجات التانية الهرمونات اللي تسربت الى اكلنا والخلل اللي في وزن بناتنا والاكل اللي مصصحي والحياة اللي ملخبطة يعني شيء طبيعي لازم البنتنا وحفيدتنا دي تنام بالليل وتصحى الصبح ولازم تبقى فيه حلق فيه حركة وحيوية في حياتها ولازم تشرب سوايل كتير تقوم هرموناتها تتضبط فالكلام ده ما بيحصلش وبتاكل اكل ديليفري فيه هرمونات فما بيحصلش فبيانتج عنه كسل في المبيض فبالله عليكم المنطق لما بيكون عندي واحدة عنده تكيس في المبيض اهو ما اديها تنشيط اللي هو ده اللي هو متابعة الطبويت ان انا بدي تعفيز للمبيض وتابع دي في حكم الكربيج ولا قدي للمبيض ده سكر يعني المبيض في الوقت اللي زيدي اللي زيدي بيبقى عامل زي فرس مجهد فرس بينزف فرس مجروح فرس عضلاته مجهدة فرس عضلاته ضعيفة فرس عزمه ضعيف فنحسن هذا العزم نحسن نفسيته ونحسن اكله ونديله اكل صحي وان يتحرك حركة صحية افضل ولا نديله كربيج نحفز فيه فينتج عنه النتيجة ان الاستجابة ما بتبقاش كاملة وما بيقدرش يكمل بيها يعني ايه ما بيقدرش يكمل بيها وبنتنا مش مجرد ان هي عايزة تحمل بس لقد عايزة الحمل يكمل لاخر الشهر التاسع فدايما حالات ضعف التبويض دي تبص تلاقي لما بتحمل الحمل يقعد شهر ولا اثنين وتسقط لان اللي بيبقى شايل الحمل اول تلاتة لاربع تشهر هو المبيض مش المشيمة وبالتالي لما بيكون في كسل في المبيض وانا عمل اديله ككرابيج فالمبيض بيجهد عشان يعمل عشان يطلع بويضات عشان يبقى عندها فرصة حمل فلما بتحمل الحمل اللي ما بيكملش واخدين بال سيدتكم فالنقطة دي مهمة فمن المنطق ان انا طبطب على المبيض ده ان انا اديله فيتامينات وحاجات تحسنه مش ان انا اديله كرابيج الكرابيج لها دور بس الاول قد السكر يعني التعفيز ليه دور في الوقت ده المبيض هيقدر يستحمل التعفيز ويقدر لما يحصل حمل يشيله طيب السؤال التاني المشهور في حالات متابعة التبويض وهي تبص تلاقي الحالة بتقول انا بعمل متابعة تبويض وما حملتش هنا فيه خطأ شائع ان الحالة بتتطمن ان البيضة تجبر وما بتتبعش ان البيضة نزلت ده خطأ شائع يعني البيضة كبرت وصلت لمستوى ناضج البيضة وصلت عدة العشرين ملي مثلا وبطنت الرحم كويسة مناسبة بس ما تبعتهاش ان البيضة نزلت ده خطأ شائع الخطأ التاني ان ما تنظمتش العلاقة بناء على هذه البيضة طيب الخطأ الاهم ان بنتنا دي عشان تحمل هي مش مبيض بس لا بنتنا دي عشان تحمل ده بيبقى فيه بنتنا كلها على بعضها وجزها كله على بعضه والعلاقة ما بينهم اما بنتنا فهو مش المبيض بس ده المبيض وحالتها النفسية وحالتها الغذائية واخد انت بالسيدتكم ونشطها اليومي وتفكيرها وعلاقتها بجزها الاجتماعية شكلها ايه اما بالنسبة الجزها ما ممكن يكون فيه مشكلة ما ممكن يكون عندها التهابات ممكن يكون عنده جزها التهابات ياخدوا عليك سواء فعدم فتح ملف الزوج بدري ده مهمة واخدين بالسيدتكم وبعد كده العلاقة ما بينهم تنظيم العلاقة الزوجية وما بيبقاش الكلام ده لازم يتم بزكاء ما بيبقاش فيه حالة التوتر اللي بتتم في البيوت المصرية مع بناتنا الجديد طبعا وتمنى لكم ان كنتوا تبقوا يعني تخلوني جد قريب وان ربنا يرزقكم بس اخلي بالكم دي مهمة حيوية هنا بس بقول لكم حاجة اخيرة ان اللي بيطبق النقط العشرة اللي بنقول عليه اللي هي ايه احنا بنقول صح عقلي ان انا اشوف ايه الصح والمنطق ان انا وجوزي والعلاقة احسن كله ان انا عندي صحة نفسية يبقى فيه ملايكة في البيت ان يبقى فيه روح ود ان ما يبقاش كل حاجة على اعصابنا ازاي يعني نستوعب بعض يعني يبقى حب استيعابي مش حب تملكي بيني وبين جوزي الحاجة اللي بعد كده الاكل الاكل يبقى صحي وبعد كده تنظيم العلاقة الزوجية وبعدين فيه تعليمات وعلاجات وقائية وبعدين فيه العلاج اللي الدكتور بينها الشيء اللي بيستخدمه من ضمنه فيتامينات ومن ضمنه متابعة التبويض والتحفيز ثم المتابعة ثم بقى تنمية المعلومات وتنمية المهارات وتنمية الشخصية العشر نقط دي ده بيخلوكي واحدة جاهزة تبيقوم بيخليك يا ابني جاهز تبعب بيخلينا نواجه الخلل اللي موجود في الزوج والزوجة في آن واحد وبالتالي الناس اللي بتستسل دلوقتي يجي يقولك إيه إحنا هنعمل أطفال أنا بيه ما بتتكونش الموادة والرحمة شجرة الموادة والرحمة ما بتترويش ما بين الزوجين في العشر نقطة اللي قلنا عليهم ويبتدوا ياخدوا على بعض وبالتالي يبقى عندهم قدرة وتفاهم إنه هم تفاهموا مع بعض الأول فبص تلاقي متفاهمين في تربيتهم للعيل متفاهمين في مواجهتهم لأي مشاكل صحية أو اجتماعية أو مادية ليهم مش مجرد إنه هم جابوا عيل وخلاص وتمنى لكم طبعا تخلوني جد زي ما قلتلكم وأنا في انتظار أسئلتكم واستفهماتكم وأشوفكم دايما على خير وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم وبفكركم بالعرض بتاع عيد الأم اللي موجود لآخر الشهر اللي أنا الشهر قرب يخلص الكشف والموجات 200 جنيه الحقوه قبل ما يخلص يعني سامو عليكم